مرحبا مواليد برش الجدي معكم كارمي شماس كيف ودي يكون الأسبوع من الثانين السبعة للأحد تلتعاش ديسمبر شوفي عنا في هذا الأسبوع طبعا يلي متابعني بيعرف انه شمس موجودة ببرش القوس كل هدا الأسبوع وهون بدأ طلب منكم انكم تشوفوا يلي ما شيف بعد الشهر ديسمبر لبرش الجدي لازم تشوفوا لأنه فيديو كتير 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 مهم بيضوي على طريقة التعاطي مع الأمور في شهر ديسمبر وبيعطيكم فكرة واضحة تماما عن المعقول يكون بانتظاركن هذا الأسبوع كيف بده يكون هذا الأسبوع من الثانين سبعة للأحد تلتعاش الثانين والثالتة هن يومين ممتازين وأنا بعتبرون كفلكية من الأيام الأكثر حظا من الأيام الأنفع الأمر موجود ببرش العذراء برج ترابي أنتوا بأمثل حاجة لا تستفيدوا من هذه الطاقة كل ما يكون الأمر في برج ترابي يعني العذراء أو الثور أو الجدي برجكم لازم تأوأ لكم تكونوا شوي جريئين لأنه فترة جيدة المهم الثانين والثالتة أنا برأيي هني أفضل يومين بها الأسبوع وهني اليومين يلي لازم تأوأ لكم خلاله وتشتغلوا من كل ألكون على كل شيء بانتظاركن صعب في هذا الأسبوع وتخلصوا منه هذين اليومين الثانين والثالتة بيفتحوا قدامكم مجال لحتى دقوا بيب شخص أو جهة أو ظرف معين أو أنتوا بحاجة لقلوا أو حابين أن تكونوا جريئين وتتقدموا يمكن إطلاق فكرة طرح فكرة مناقشة فكرة معينة يمكن تراسلوا جهات أكاديمية أو مهنية أو غيرها الجرأة مسموحة هذين اليومين وهي فترة ألطف من غيرها في هذا الأسبوع الأربعة والخميس تسعة وعشرة ديسمبر الأمر موجود ببرش الميزان لحتى تعرفوا مولي برش الشدي الأمر ببرش الميزان أعلى نقطة عنكم دائرة الفلكية عمشكل مربع مع شمسكن وأيضا مع برشكن وأيضا في عنا الشمس في موقع ضعيف برش القوس فرح بيكونوا الأربعة والخميس تحت تأثيرات الأمر ببرش الميزان فترة شوي ضعيفة ضعيفة بمعنى أنه أنتوا يمكن تلاقوا حالكم في موقف ضعيف لكن الجو تقيل الجو مهم ولازم تكونوا حاضرين مثل اللي عنده امتحان بدي يكونوا محضر حاله على البكلة مية بالمية بدي يكونوا محضر حاله وحب تمسك كمان يعني اللي مانه محضر حاله لازم يمكن تأجله موعيدكن لغير يوم فترة كتير مهمة قد تحمل لقاءا مهما أو قد تحمل يمكن موعدا مهما أو امتحانا كتير مهم بعض مولي برش الجدي يمكن يعيشوا بهاليومين ظرف عائلي كمان يمكن شوي معقد نتفي فبتكون تكونوا جاهزين لحتى تواجهوا هذين اليومين بتكونوا راقيين بتكونوا وعيين بتكونوا مسحصحين بتكونوا هاديين جدا جدا ووثئين من نفسكن كتير بتكونوا متمكنين من حالكن وتمتنعوا كليا عن المشاكل والانفعالات فترة وجود الأمر في برش الميزين بالنسبة لللي عايشين باستراليا الساعة بتكون بيوصل الأمر لبرش الميزين من الأربعة ساعة 11 صباحا حتى الجمعة ساعة وحدة بعض الظهر توقيت سدني هاي هي إذن الفترة الأضاف الجمعة 11 السبت 12 بتغير الجو شوي الأمر بيصير برش العقرب صار في عنا شوية مرح خفت التأثيرات السلبية خف الهم خف التقل وصار في مجال انه فعلا تتحكوا من كل قلبكن تتسلوا تمرحوا توصلوا فيكن تدقوا بيب حدا فيكن تطلبوا مساعدة من حدا من أخواتكم من عائلتكم من زملائكم ليش لا عطلة الأسبوع رح بتكون كتير حلوة الجمعة والسبت وهي فترة جيدة لإعادة تركيز الأسس مع الناس مع الأصحاب مع الناس من حولكم ليش لا فأوه قال لكم كمان فيكن تستفيدوا من هاليومين لأنهم حلوين وكانهم عم يتعاطفوا معكم رجاء إذا بدكن مساعدة بدكن استشارة بدكن شي تشتغلوه اشتغلوه هذين اليومين أيضا الأحد 13 ديسمبر الأمر بيترك برج العقرب وبيوصل لبرج القوس بتوقيت سدني ساعة 2 إلى 3 بعد الظهر الأحد لحظة وصول الأمر لبرج القوس بتدخلكم في فترة هدوء وركود تامي بس بأستراليا بعد الظهر بقية البلدين من أول طلوع الضوء الأحد تحديدا من 3 إلى 3 فجرا توقيت العالمي وجود الأمر في برج القوس يجعل يوم الأحد يلي كتير ناس عم يشتغلوا فيه يجعل يوم الأحد يوما بطيئا وقد يحمل الكثير من الالتباسات والتأخير والعرقيل بتكونوا جدا حذرين وانتبهوا لصحتكم المجازفات ممنوعة وتوقعوا أنه في كتير أمور ما توصل وما تصير بوقتها أو على زوقكم فهيدا يوم الأحد انتبهوا كوكب المشتري بعده عم بيتنقل ببرجكم وهيدا الأسبوع بيحمل تأثيرات حلوة لمواليد 17 و18 كنون الثاني يناير أما كوكب بلوتو فبيحذر مواليد 13 و14 كنون الثاني يناير هيدا كانت إذن الأخبار الفلكية لهذا الأسبوع تابعونا مع المزيد من الأخبار بالأبراج اليومية والشهرية باي باي ترجمة نانسي قنقر